بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحلقة ده جماعة محتاجة تركيز شديد جدا علشان احنا هنجزق حاجات وندي حاجات لحاجات فمحتاج انك انت تكون بكامل تركيزك معايا علشان تفهم اكتر عارف زي ايه هديك مثال قبل ما ابدأ بفضل الله تخيل معايا لو انا مثلا عندي جزرة مثلا عندي صمرة جزرة او تفاحة خليك عندك تفاحة قبل عندك ايه تفاحة التفاحة دي تمام جيت انا بقولك خد التفاحة على بعضها حلو دي خلاص حالة طبيعية تعال بقى لحالة التانية اللي احنا عايزين نعملها جيت اقولك جبت تفاحة نقصة حتة نقصة مثلا ربع التفاحة وروحت مدهلك في ايدك قلتلك خلاص خلي التفاحة اللي ربع معاك انت كده معاك ايه تفاحة ونقصة حتة نقصة ربع خلاص وروحت جاي بعد كده قلتلك خد الربع فانت تفهم لوحدك ان الربع ده هيتحط هنا لوحدك من غير انا ما اقول لك فاهم ازاي فاحنا عايزين نعمل الموضوع ده عايزين نجزق الحاجة بتاعتنا اللي هو ايه انا عندي مثلا بيرسون ديتا البرسون ديتا ده في الكلاص موجود عايز اعمل جزء منه بحيث لما عرف اوبجيكت من البرسون ودي له الجزء يفهم يركب ده على ده فاهم ازاي تعالى بقى مش هتفهم اكتر الا لما تطبق معايا بجد بص احنا في البداية بروجيكت هو فاضي خالص في البداية هعمل من قايمة بروجيكت هعمل اد كلاس حلو هعمل كلاس هسميه بيرسون وهدوس على انتر خلاص البرسون ده هعمل في بروبرتي هسميها underscore id للفلد بتاعها نوعه انتجر نوعه انتجر او انتجر اي حاجة هنا البروبرتي اسمها id حلو كده نيجي بعد كده نعمل بروبرتي تانية اهي نسمي الفلد بتاعها underscore name string والخاصية اسمها name نيجي بعد كده نعمل بروبرتي البروبرتي هنسمي الفلد بتاعها underscore address وهنسمي الخاصية address حلو كده مفيش اي مشكلة في الكلام ده وهعمل معاك ايه public مسلا اه function اوكي نسميها get data تمام وهقول لها return ماشي ال underscore id دمجا معاه مسافة كومة مسافة دمجا معاه underscore name دمجا معاه مسافة كومة مسافة دمجا معاه underscore a address وهاجي بعد كده اعمل هنا public sub ماشي هعمل ايه public sub نسميه print data خلاص هيعمل ايه هيعمل console اوكي dot write line على ايه على get data حلو كل الكلام ده مفيش في اي مشكلة انا بقى عايز اعمل ايه بص انا عندي person خلاص في ال id وفي ال name وفي ال address دي ال data بتاعته ال data بتاعته ايه ال id ال name ال address وانا مش عايز اكتر اكتر من كده علشان تركز معي خلاص اطلع فوق فوق بلاش اطلع فوق اقولك على حاجة اعمل ملف جديد يلا control ما عشفت مع ايه لقى new item وعمل لي structure فين ال structure حاطينه فين هم في ال data ولا حاطينه في ال general تعال اكتب هنا extract هيجيلك ما جايش خالص مش مشكلة اعمل ملف بنفسك اعمل class اهو من قائمة project add class هم مش حاطين add structure فيه add module ايه مش add structure اولا خلح اعمل اعمل class عادي تمام اعمل ملف يسميه person data person data خلاص ودوس enter وشيل كل ده مش عايزه ملف فاضي اهو مفوش حاجة ملف اسمه person data انا هعمل ايه هنا هعمل public structure هسميه person data هسميه ايه person data enter ده كده structure معاك ماشي عايز اعمل حركة لطيفة قوي ايه هي بقى الحركة دي عايز اخلي اللي اتنين يعرفوا بقى عايز اخلي person data جوز رئيسي من person هبسط قبل ما اعمل حاجة بص تخيل معايا person data ان هو في property الفلد بتاعها البروبرتي اسمها id اهي نفس البروبرتي اللي هناك وفي نفس البروبرتي التانية هعمل البروبرتي تانية under name ودي name اهي خلاص طبعا دي integer ماشي وهنا طبعا ايه كله ده ايه اه قبل ما تنسى هيا كان بتغيرها لوحدها لكن عشان انا انسيت اتغير في نفس الوقت ماشي ادي ايه ال id ودي ايه ان ايه تعال هنا اعمل البروبرتي تانية الفلد بتاعها اسمه underscore address ماشي كده والبروبرتي اسمها address خلاص كده البرسون data لو انت عرفت منه object هتحط جوا ال id والname والaddress والبرسون نفسه لو عرفت منه object هتحط جوا ال id والname والaddress صح ولا لا حلو انا بقى لما عايز اعمله ايه عشان تفهمني اوي 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 كده انت مفروض قربت تفهمني خالص عايز اعمل ايه عايز اعمل dim b data b data as new من ال person data خلاص واجي بعد كده انده على b data دول وقول ال id بتاعك بيساوي واحد وانده على ال b data دول وقول ال id بتاعك بيساوي احمد واجي انده على ال b data دول وقول الadress بتاعك مثلا مكتوب في كايرو حلو كده طيب عايز اعمل ايه بقى عايز اعمل ايه عايز لو جت عرفت نسخة من ال person بقى يعني dim b as new person ماشي as new person person عادي عايز لما اجا اقول له ال b اللي هو person بيساوي ال b data يفهمني بصوا كده انا يمكن يفهم ده مش فهم خالص انا بقول طبيعي ده حاجة وده حاجة ركز معايا بقول لك ده حاجة وده حاجة ماشي هنا انا بقول ال person انا عملت object من person وعملت object وانا زبطت object بتاع person data وعايز ادي عالجهز لمين لل person بيقول لك ده حاجة وده حاجة مش هينفع بص ده ده قصة وده قصة انا بقى عايز اقلف بينهم بحيس يبقل اتنين حلقة انت متخيل احنا عايزين نعمل ايه خد بالك التطور بفضل الله ان احنا بنوصل فيخلي ال id اللي في ال b واحد ويخلي ال name اللي في ال b احمد ويخلي ال adress اللي في ال b كايرو لوحده لو عملتنا الحركة دي هو ده بقى اللي انا عايز اعمله احزف بقى السطر ده وخلي الكود ده زي ما هو كده وتعال نروح نعملها ونرجع نجرب كده انت عايز توفق بين ايه وايه عايز اخلي ال person data قطعة قطعة مجزقة من ال person ماشي هعمل تعال نشوف مع بعض بص بقى انت هتعمل حاجة ما انتاش هتنادي عليها بعد كده انت هتعمل حاجة عشان توفق اللي اتنين مع بعض فدي بتتعمل ازاي هتعمل public public خد بالك shared public shared تعمل ايه بقى widening تمام widening انا هوسع العملية خلاص طيب مسافة وبتختار operator c type او بتكتب operator c type خلاص بعد كده بتفتح اقواص بعد c type وتدخل جوه الاقواص تعمل parameter من النوع اللي انت هتجزأ منه اللي هو person data في حالتنا هنا اهو b data as 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 person data as person data ده ده جوه الاقواص مهم اوي بقى تخرج برا الاقواص وتعمل as تريتيرن الكلاص الرئيسي اللي انت فيه اللي هو person وتدوس enter هو هيعمل لك end operator لوحد تخيل بقى تخيل انت بقى جوه هنا هتلعب لعبة تانية ايه هي اللعبة التانية دي بقى بص انت كده جوه class person وعايز توفق person data مع person ومعاك هنا person data جوه هنا انت هتعرف person جديدة هتعرف نسخة جديدة من person وهتاخد البيانات اللي هي في البي data دو خد بالك اسمه بي data باي حاجة هسميه بي وخلاص بي دي وخلاص يعني عايز اقولك ان المسمى هنا لحسن تجي تربط انت المسمى ده بالمسمى اللي برا لا خلاص فركز معايا الله يبارك لك وفهم او بي data مفيش مشكلة خالص سميه زي ما تسميه هاجي هنا هعمل ايه بقى انا هعرف جوه dem be as person اهو دي my be اهو my be عشان بس رياحك خالص من المسمى دي my be as new من person حلو كده واروح اعمل ايه بقى اندع الماي بي اللي انا عرفت جوه كود بالك انا كده في المداري يعني انا كده اللي انا بعملو دا كله علشان اوفق بينهم في الكود هناك بقى وانا شغال في الكود الرئيسي ماشي هندع على my be هقول dot id اللي جواك تمام بيساوي b data dot id اللي فيها enter واندع على my be dot name اقول بيساوي b data dot name واندع على my be dot address واقول له انت بتساوي b data dot address شوف بي القطل واحده وفي الاخر return my be اللي انا عملت دي له القيم ده return my be خدت بالك الحركة دي انت عملتها انت دلوقتي لما تيجي تنادي على b واتدوس dot هيطلع لك حاجة جديدة يعني طب ما هو هو id name address وخلاص وجيت data وprint data وخلاص على كده صح ما فيش ما طبعي اطلقش حاجة جديدة لا ده انت اللي انت عملته ده بقى عشان توفق بين الاثنين ده حركة انت عملتها جوه person علشان توفق تخلي person data جزء جزء من person person data هو جوه ال ال ادرا ده 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 عرفت انت كده عملت ايه انت كده عملت حركة جدا بفضل الله خلاص يبقى الحركة ديا ولا هي ده اللي بتنادي عليها ولا هي صب بتنفزه ولا الكلام ده لا ده قصة كلها في ايه ان اللي انت عملت ده operator بيعمل ايه operator ده بيوفق بين حاجة والتانية خد بالك بقى من شوية كان بيعمل error تعال بقى دلوقتي انده عال object اللي انت عرفته من person قول له انت بتساوي ال data ال object مش قبل وبس مش قبل وبس ده انت لو عملت بي dot berent data هتلاقي البيانات مطبوعة شغل انت متخيل معاه اللي انت عملته خد بالك عشان الشغل ده هم بيبقوا عاملينه في بعض الاكواد فانت على الاقل تبقى فهمه لما تيجي تلاقيه وعملين حاجة تبقى انت فهمها وتقدر من خلال عملت حاجة اسمها person data جزء من person بتحمل البيانات الهمة مثلا او بتحمل بعض البيانات فتروح انت لما تيجي تعرف من ده ومن ده وتيجي تدي ده ده يفهم وحط كل حاجة لوحده خلاص انت متخيل اللي انت بتعمله طبعا هنا في برضو كلمة محجوزة تانية زي ال widening اسمها narrowing تمام لو جيت شغلت هتلاقيه شغالة معاك برضو تمام بس فيهم تفصيل يعني الفرق بينهم فيهم تفصيل بس الافضل حتى لو انت قرأت على الانترنت الفرق بينهم تمام هتلاقي ان الافضل في الراون تايم كمان ال widening تمام كده فهنا بفضل الله انت قدرت ان انت تجزق بياناتك بشكل رائع استنى استنى رايح فين ويت انتظر سوان عملت اشتراك طب عملت لايك ده دوسة دوسة اشتراك عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا عملت شير للناس علشان ربنا يكرمت وما تنساش تدخل على موقع الاكاديمية www.حسونة dash academy.com وتسجل حساب عشان يعرفك وتكون معنا دايما انشر الخير للناس في كل مكان ربنا يكرمك بفضل الله اشتركوا في القناة